إلى كل باحث عن رقة القلب هذه نصيحة من قلب مشفق لكل من يسمع لي أو لغيري ولكل من يقرأ لنا أو لغيرنا لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن كل حياة لقلبك لو سمعت مئات المحاضرات والله الذي لا إله إلا هو لا تعدل آية واحدة من كتاب الله الله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إذا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم المؤمن لا يريد شيء أعظم من رضوان الله وردوان الله لا ينال بشيء أعظم من حب كلام رب العالمين جل جلاله ومن أعظم ما أذنى الله به على أوليائه والصالحين من خلقه أنهم تتصفون بثلاث صفات رزقنا الله وإياكم إياها بإخلاص إذا تؤيت عليهم آيات الله وجل القلب واقشعرال الجلد وذروف العين قال الله موسى وهارون وإبراهيم وإدريس وإسماعيل ومريم وابنها في صورة مريم فذكرهم بصفات متفرقة ثم جاء أجمل قالوا لئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية هذا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا والأشياء للتعود وأعظم ما ينصح به الإنسان ليحيى قلبه أن يقوم بين يدي الله في الليل ثم يأتي ثم يأتي لآيات أذن الله فيها على ذاته العليا ولا يوجد كلام أجمل وعظم تأذيرا من ثناء الله على نفسه وإخبار الله عن ذاته بما أنه لا أحد أعظم من الله فلا كلام أعظم من كلام الله وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله هذه الأمور القواعد احفظها جيدا لا أحد أعظم من الله ولا كلام أعظم من كلام الله ولا أحد أعلم بالله من الله فإذا جئت تقف بين يديه اختر آيات في أول تعودك على قيام الليل أثنى الله بها على ذاته العليا ثم رددها كثيرا وأنت تصلي حتى تستميل قلبك وتدرف عينك تدريجيا ثم مع الأيام يصبح قلبك لا يسكن بشيء أعظم من ذكر الله من استأنس بالله استوحش من خلقه الله يقول عن ذاته العليا ألم تر إلى ربك كيف مد الظلم ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هذه أشياء محسوسة فراء وقبل أن تنام فإذا ربطتها بخالقها عظم اليقين في قلبك وهو أجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وعنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ويقول جل وعلا خواتيم الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عادم الغريب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم أزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون هو الله الخادق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أين شعر الشعراء؟ أين كلام البلغاء؟ أين وصف الفصحة؟ هذا كلام رب العزة في رب العزة جل جلا هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معينه هذا الذي يسوق إلى ردوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقات فيه إلى أعلى المنازل اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عادا وغيب والشعادة نزيه كل أحد إليك ورزب كل أحد إليك أسألك اللهم بإسمعك الحسنى وصفاتك الأولى تصلي على محمد وعلى أهل محمد وأن ترزقنا لإخلاص فيما نقول ونسمع وصل اللهم على محمد وعلى أهلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر